الحقيقة أنه اللي بياخد طريق الاجتهاد والمثابرة وبيعمل مجهود مختلف عن كل اللي حواليه دايماً طريقه بيكون مختلف النهاردة بينوارني في الستوديو يعني واحد من الدكاترة العظام الحقيقة رغم صغر سنه لكن طريقه مليان زي ما كنت بقولكه اجتهاد وشغل بطريقة مختلفة النهاردة بينوارني دكتور حيتم عامر مدرس أمراض الفم والوجه والفكين بكل طب الأسنان جمعت القاهرة والاختاريته منظمة الصحة العالمية ضمن 10 أطباء أسنان على مستوى العالم كممثل عن أفريقيا ومصر عشان يعملوا تعديل في تصنيف أمراض الفم باستخدام الدكاء الاصطناعي مساء الخير يا دكتور حيتم منوارني سهلاً أهلاً وسهلاً زيك شكراً على الاستضاف أهلاً بحضرتك منوارني عايزين نفهم الناس إيه اللي ممكن يحصل جديد في أمراض الفم وعلشان احنا هنا عشان نعمل توعية عندها وأتكلم معك بقى عن اختيارك لتمثل مصر وأفريقيا طبعاً مبروك الله يبارك لك شكراً هو الفكرة كلها أن كان فيه مشاكل في أمراض الفم في التشخيص علشان يوحده التشخيص على مستوى العالم صعوبة في التشخيص يعني صعوبة في التشخيص واختلاف ما بين الدكتورة وبعضيها فكان الهدف أنه يتحط قوانين منظمة للأطباء علشان يعملوا التشخيص المناسب فهو الفكرة من المشروع أنه هم يوحدوا ويعملوا قاعدة بيانات وبناء عليه نقرر إيه الحاجات اللي بنشخص بيها ويبقى ده زي بروتوكول يمشي عليه كل الدكتورة على مستوى العائلة طيب إحنا أعتقد معظمنا عارف أمراض الفم بنشوف على علب السجير مكتوب إنه ده ممكن تدخين يسبب السرطان وبنشوف صور برضو بتكون مفزيعة علينا إيه الدلالات اللي ممكن تخلي الناس تحس إنه لو قدر الله أنا عندي حاجة المفروض أروح أكشوف طيب هو للأسف إحنا الوعي عندنا في المجتمع بسرطان الفم ضعيف شوية الصور الموجودة على علب السجير دي حقيقية وبتيجي بس طبعا دي بتبقى حالات متأخرة جدا إحنا نفسنا إن الناس تعرف العلامات في مراحل قبل كده لأنها مشكلة سرطان الفم إنه دايما بيتم اكتشافه متأخر جدا دايما إحنا بنقول الحاجات اللي الناس تاخد بالها منها أي قرحة ما بتخفش لمدة أسبوعين أي نقطة بيضة أو حمرة ظهرة في الفم ما بتخفش بقالها أسبوعين أكتر من أسبوعين أي تورم موجود لفترة أطول من أسبوعين لازم يروح يشوف أخصائي علشان يتأكد إن دي سليمة ولو احتاجت يتاخد منها عينة يتاخد منها عينة طيب أنت بتقولي بتستخدمه الذكاء الاصطناعي علشان تتفقه على التشخيص تحيئ هو ده على مستوى النسيج إنه الكمبيوتر يعني إحنا بنشوف التغيرات اللي موجودة في الخلية وبنوحدها والكمبيوتر هو اللي بيحدد التغيرات دي هتبقى تدي أني تشخيص يعني ده بيبقى السوفتوير للخلية يعني أنت بمساعدة مبرمجين بتعملوا البرامج وإحنا اللي بنعلم البرنامج المفروض إزاي يقرأ البيانات دي علشان يوصل للتشخيص الفلاني شغالين على الموضوع ده بقي لكواد دي والله هو لسه بنبدأ يعني إحنا لسه في أول فترة فالمفروض البروجيك ده هيتم لمدة سنة ونص أو سنتين على ما يطلع النتائج اللي نقدر نستخدمها أو تقدر تنشر علشان تطبق يعني على العالم طيب أنا لازم أسألك سؤال أي أم تتفرج علينا ممكن يكون ابنها دكتور لكن مش واصل للمرحلة دي ما شاء الله يعني إزاي تم اختيارك علشان تمثل مصر وإفريقيا مع منظمة الصحة العالمية لعمل هذا المشروع الدخل ده سؤال صعام أعتقد هي حسب يعني هما بيتم اختيار الناس اللي شغالة في المجال وبناء على النشر الدولي يعني الحمد لله الحمد لله فيه نشر في مجلات دولية عالمية فده بيخلي الناس تبقى على مستوى العالم كله بتعرف مين اللي بيشتغل في المجال ده فأعتقد أنه هو ده السبب كان من الاختيار يعني طيب أنا أسئلك أسئلة أمهات شوية أسأليني من الأول بقى البداية كانت عاملة إزاي في الجمع مذاكرة كانت مذاكرة طبعا والواحد بس لما يكون عنده شغف في حاجة وبيحبها أيا كان حتى لو كانت مختلفة وعنده متابرة لازم هيوصل ان شاء الله يعني طيب عملت إيه مع طالبة أنت دلوقتي بتدرس في الجمعة دي حقيقة ومن أكتر الحاجات الصعبة في الجمعة أحيانا كثير بتكون نعمة وأحيانا كثير بتكون تحديات هم الدكاتر وخصوصا في الكليات العملائية دي حقيقة اللي بيخدوه بالحياة العملية إنه ما يبقاش بس بزبط ما يبقاش مذاكرة وما يلاقوش الكلام ده في الحقيقة فما يبقوش مركزين طيب إحنا بنتكلم على سرطان الفم مهم قوي إن إحنا نعرف الناس على الأسباب أصلاً اللي بتأدي لسرطان الفم أشهر وأهم سبب لسرطان الفم هو التدقين سبب رقم واحد واثنين وثلاثة والتدقين في مصر متنوع يعني فيه سجاير وفيه شيشة وفيه حاجات كتير تاني سبب هو كحول شرب كحوليات فيه أسباب تانية طبعاً وفيه مرضى بيجي لهم سرطان الفم بدون ما يكونوا بيدخانوا أو بيشربوا بس بيبع فيها عمام الأخرى جينية بس أشهر سببين الناس لازم تبقى مدركاهم هو التدقين وشرب الكحولات وفيه عدوى فيروسية ممكن تجيب برضو سرطان الفم زي ايه يعني يعني ايه اتصاله ما بين أمراضه أخرى تسبب سرطان الفم هو عادة سرطان الفم من ضمن أسبابه مؤخراً يعني عدوى بفيروس اسمه هومن بابلوما فيروس ده بيتنقل عن طريق الاتصال الجسدي في الفم سواء أياً كان طريقة الاتصال وده ممكن يسبب اكتشفنا ان هو ممكن يسبب سرطانات وبيتخد له تطعيم دلوقتي موجود في فاكسيرا قبل البلوغ ومتوفر للولاد والبنات قبل سن 12 سنة بيتخدوا التطعيم كده كده احتياطي يعني؟ اللي عايز هو لسه مش مش إجباري زي بقية التطعيمات بس هو متوفر عشان النسبة مؤخرا زادت يعني؟ عشان النسبة مؤخرا زادت واكتشفنا ان ده من أسباب سرطان الفم وغانق الراحم الاتنين فبيتخد التطعيم عشان يحمي من الفيروسات دي طيب لو انت دلوقتي بتتكلم مع الطالبة بتقولهم أهم حاجة ايه وهما بيتخرجوا عشان ما يبقاش عندنا ألف دكتور لكن بيبقى عندنا مميزين أهم حاجة يتعامل مع المريض زي ما بيتعامل مع والده أو والدته أو زي ما هو حابب انه هو يتعامل لما يجيلك المريض اكشف على سنانه واكشف زي ما انت عايز بس بص في بقه كله لأنه مشكلة سرطان الفم انه في الأول ما بيوجعش ما فيش ألم خالص المريض ما بيشتيهش من حاجة فالأول واحد ممكن ياخد يكتشف انه المريض عنده حاجة هو الدكتور يعني ممكن العيان يكون رايح يعمل حاجة في سنانه عادي جدا ونكتشف مش واخد باله من حاجة وإحنا طبعا عندنا في مصر إذا أنا مش حاسس بقلم ممكن ما روحش أصلا أزور دكتور فالسرطان بيوجع في مراحل متأخرة جدا فاللي بنصحهم دايما انه فتش في البق فتش وانت بتكشف اكشف على كل حاجة علشان انت ممكن تبقى أول واحد ياخد باله وتنقص حياة العيان ده طيب انت شايف يا دكتور حتم منظمة صحة العالمية بتدخل موضوع الذكاء الاصطناعي ودراتي بقى داخل في كل حاجة طيب لما نوحد التشخيص ما بين الذكاترهال ده هيقضي على تميز الدكتور يعني احنا هنا الميزة كلها رايحة للروبوت أو للذكاء الاصطناعي بس هو احنا كده كده رايحين في السكة دي في كل تخصصات الطب يعني هو احنا هنمشي مع الموجة يا اما هنبقى احنا في متأخرين سنين ضوئية بس انا مش شايف انها لو اتعملت صح انها هي كده كده مش هتلغي دور الطبيب لانه مهما كان الذكاء الاصطناعي بيوفر توجيه بس دور الطبيب هو في الاول وفي الاخر هو الدور القاطع يعني حتى في الروبوتس اللي بتعمل عمليات لازم يبقى الطبيب موجود لازم يبقى فيه سوبرفيجن نفس الكلام في التشخيص هي هتساعد وهتقلل اخطاء البشرية ولكن هي مش هتم في دور الطبيب يعني انت شايف ان ليها دور ايجابي ومش هتلغي دور الطبيب طبعا طبعا وإحنا كده كده ده هيحصل يعني ده كده كده بيحصل على مستوى العالم وشايف انه انت ازاي بقى بتحضر نفسك ليه مثل هكده اختيار اعتقد الموضوع مش سهل نا مش سهل مش سهل خالص ومحتاج شغل كتير وم يعني هو تشريف طبعا برضو بس ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله محتاجة تركيز الفترة الجاية وربنا يقدرنا ان احنا نبقى قدل اختيار ده بتتواصل مع جماعات بره مع ده كترة بره اه هو العشر هو انا من ضمن عشر اطباء من كل انحاء العالم فالجزء من المشروع انه احنا يتعرض علينا حالات هم بيعملوها ونعرض عليهم حالات احنا عملينها علشان نحاول نوحد الشغل فطبعا فيه تواصل ما بيننا رايح جاي فيه من سوريا موجود دكتور فيه الهند فيه امريكا فيه اوروبا فيه يعني من كل القرارات لها ريبريزنتيتفز ليهم ومثلين طيب احنا دايما بنتباهي الحقيقة بالطبيب المصري وقدرته دايما على التشخيص المبكر ويعني بنحاسه طول الوقت حتى مش جواه مصري بس كمان بره مصر دايما بيشيده باداء الطبيب المصري انت وانت موجود في هذا الجمع من الاطباء ازاي شايل المسئولية دي وحاسس انه انا مصري انا لازم يعني يكون عندي اداء هنا مشرف للبلد يعني موضوع تاني خالص غير لو انا بشتغل باسمي طبعا انا فخور جدا 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 ان انا مصري وقدر امثل مصر وتبقى مصري هي اللي بتمثل كمان قارة افريقيا وفخور جدا يبقى امثل جامعة القاهرة يعني هي ليها الفضل علي برضو فهو احساس حلو بس مخيف واعتقد بيدي دافع للواحد انه هو عايز يشتغل اكتر وعايز انه يظهر بلده في احسن احسن حلوة في احسن احسن وضع ممكن نظهره ان شاء الله احنا بنتمنى لك التوفيق واعتقد ان طريق الاجتهاد دا مكمل دايما طول الوقت ان شاء الله ان شاء الله يعني نشوف كتير زيك دكتور حيتم شكرا جزيلا نورتنا وشرفتنا النهاردة شكرا